اهلا وسهلا اليورو الباوند عند ادنى مستوى منذ شهرين بينما مؤشر الدولار عند اعلى مستوى من 12 اسبوع بدل اسبوع مع تخفيض الفائد من الصين على ادوات الاقتراض لاجل العام بمقدار 10 مقاط اساس تثبيت ادوات الاقتراض لاجل الخمس اعوام لمحاولة لتحفيز الاقتصاد الصين مؤشر مديري المشتريات الخدمي والصناعي في حالة انكماش في اوروبا بريطانيا وامريكا الا قراءة واحد وهي مؤشر مديري المشتريات الخدمي من الولايات المتحدة بينما خطاب جيران باول في جاكسون هول كان متوازن كالعادة تقييم البيانات الاقتصادية القادمة هو الاساس لتحرك الفدرالي بما يخص سعر الفائد على المستثمرين متابعة عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في جلسة الاسبوع القادم اولا القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي متوقع عن مستويات 2.4% قراءة رح تعطب ان النمو الاقتصادي في امريكا لا يزال بالمناطق الايجابية لذلك رؤية الركود تتلاشى لبعض الوقت ثانيا مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي من امريكا وهو المؤشر المفضل للفدرالي لتتبح حال التضخم ممكن يسجل بعض الارتفاعات على اساس سنوي لمستويات 3.3% ثالثا تقرير الوظائف من الولايات المتحدة والمتوقع ان تكون قريب جدا من القراءة السابقة اضافة 165 الف وظيف في القطاع الغير زراعي استقرار البطالة عند 3.5% مستويات الاجور عند 4.4% على اساس سنوي ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم بداية مع تداولات الذهب الذهب لا يزال يتداول داخل نطاق القناع السعرية الهابطة ادنى مستويات المقاومة السعرية 1921 اعاد اختبار المستويات 1921 ثبات التداولات ادناها قد يعطي بعض التداولات السلبية للذهب نحو مستويات 1884 ثم مستويات 1875 طبعا ثبات التداولات ادنى مستويات 1921 شرط اساسي لتشكيل الميل السلبي لتداولات الذهب ننتقل لتحليل اليورو اليورو كسر مستويات 1835 ثبات التداولات ادناها قد يدفع اليورو للمزيد من الميل الهبوطي نحو مستويات 1715 ثم 1660 طبعا الشرط الاساسي ثبات التداولات ادنى مستويات المقاومة السعرية 1835 بالنسبة لي اليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند تداولات سلبية في الفترة الماضية تداولات حالية ادى داخل مستويات الوتد السعري الهابط ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات 2670 قد يعطي الكابل مزيد من الميل الهبوطي نحو مستويات 2495 ثم مستويات 24 الفيقر بالنسبة لي الباوند ننتقل لتحليل الين الين ارتدادات صعودية من مستويات 145 مستويات تعتبر دعم جيدة بالنسبة لي الين صمدت عدة مرات سابقا ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 145 قد يدفع الين لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 148 ثم مستويات 148 4070 ننتقل لتحليل الاسترالي الاسترالي تداولات سعرية ايضا سلبية اختبار مستويات المقاومة 6470 ثبات التداولات السعرية ادناها قد يدفع الاسترالي لتشكيل المزيد من الميل السلبي نحو مستويات 6295 ثم مستويات 6220 ننتقل لتحليل النفط خام غرب تيكساس امكانية تشكيل ميل هبوطي لخام غرب تيكساس وارد بشرط ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات المقاومة 8050 عدة اغلاقات سلبية متتالية lower low ادنى lower low اخر كذلك lower high مرتين متتاليات لحتى الان بالنسبة للنفط لذلك ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات 8050 قد يدفع النفط لتشكيل تصحيح هبوطي نحو مستويات 7815 ثم مستويات 77 نختتم مع تحليل مؤشر داوجونز مؤشر داوجونز يتداول عند مستويات دعم جيد تعتبر الـ 34,050 كسر مستويات الـ 34,050 قد يدفع الداوجونز لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 33,500 ثم مستويات 33,000 طبعا الشرط الاساسي كسر مستويات الـ 34,050 بالنسبة لمؤشر داوجونز تداولات موفقة ترجمة نانسي قنقر